يقول جدته تصوم من كل شهر ثلاثة أيام يقول الآن حصل لها أمراض وذكر بعض الأمراض وكذا يقول هي مستمرة في الصيام وتريد أن توقف لكن خائفة كما فهمت من ناصر أنها تقطع شيء يا ناصر بارك الله فيك و بارك الله في جدتك و كتب الله أجرها بالنسبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم و كان يوصي بها عليه الصلاة و السلام أوصى بها أبا هريرة و أبا ذر و مجموعة من الصحابة قال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر و لذلك من السنة أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر و هذه على السنية و الاستحباب لا على الفرض و الإلزام سنة الحمد لله و بالنسبة لجدتك إذا كان الصوم يعني يؤثر على صحتها و على و أيضا عندها أدوية و عندها يعني مثلا أشياء من الضروري أنها تتناولها الحمد لله أجرها إن شاء الله مكتوب لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيمة فجدتك إذا كان يشق عليها الصيام و الأطب منعوها و قالوها لازم عندك علاجات لازم تأخذينها بانتظام و لازم تشربين الماء خلاص تفطر لأن هذه الأيام الثلاثة ليست فريضة و ليست ركن من أركان الإسلام الصوم رمضان هو الركن من أركان الإسلام و بشر جدتك و قل لها ما دام أن اللي منعها مرض الله عز وجل بيكتب لها الأجر إن شاء الله دائما لأنها حريصة على الصيام صيام ثلاثة أيام من كل شهر لكن الآن منعها مانع أبدا تستمر الأجر مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى